بسم الله الرحمن الرحيم سنتحدث اليوم عن نيك ديسكشن بداية المحاضرة اليوم سنتحدث عن لديفنيشن مقصود في إنه نشيل الموجود في النك حتى نعرج أنك تشيل نيك ديسكشن لحدها لأنها نستحيل صغيرة فإنك تشيل الفيبرو في الموجودة بين وبين المسلز وبين النيرف الموجودة في النك فعشان نقسمها فعشان نقسمها For what tumor we do neck disection and why بداية أنواع اللي جنعنا في البداية في tumor في بناين في ماليجننت الماليجننت تيومر تنقسم إلى بثير التيشو أورجن وماليجننت تيشو أورجن الابثير اللي هي الكارسيروما والماليجننت هي الساركومة الابثير التيشو أورجن هي الكارسيروما تنتشر عن طريق اللمف وهي اللي احنا نعمل لها neck disection عكس الساركومة تنتقل عن طريق البلد فنعمل لها إلا لبعض الأنواع زي رابدوميساركومة السبب لنعمل نعمل لأماكن الأخرى زي اللونج خاصة للكارسيروما تنتقل في أورال كافتي والهيدة النك بتروح لللونج أو بتروح لأماكن زي الأبدومي الابجيكت للنك disection أول حاجة زي ما قلنا نعمل كنترول للدزيز احنا في السيرجري لما نعمل resection للتيومور بنمنع direct invasion للتيومور والنك disection بنعمل الليمفاتيك متاستيك للتيومور مايكرو متاستيك كنترول مايكرو متاستيك كنترول البعد من المريض يعمل resection للتيومور والنك disection بيفضل بضو مايكرو متاستيك الشعالات بتروح بالراديو ثيرابي لأنه برضو بتكون حاجات مش مرئية على مستوى السيلز لا تورا بالعين المجردة وأيضا بروفايد كومبرينسيف كليرانس للأول نتكلم عن history of the neck disection في 1880 كوخر أول من اقترح removing the node المنتصدق من النك بعدها بسنة في 1881 كوخر أيضا و بكرد recommended disection لسمن debiot ring فقط لل lingual cancer في أول التسعينات 1906 جورج سيرائل نتكلم عن نوع نكت ديسكشن في آخر المحاضرة في 1933 لا 1941 بلايارو مارتن البيبولاريز الراديكال نكت ديسكشن و في 1953 بيتر أنتوني recommended نحن نحافظ على Unspinal Accestory Nerve كما نتكلم عن نوع نكت ديسكشن في هذه المحاضرة في 52 سوارز نتكلم عن نوع نكت ديسكشن نحن نحافظ على السرينكوديماستويدي الأوموهيودي السامونديبري جلاند الانترن الجاغولار والسباني الأكسسري عشان نعمل البرديكشن للكاروتيد و في 67 بوكا إدسكرايب الفنكشن النيك ديسكشن في 75 أيضا بوكا إستابلش الانكولوجي سيفتي لالفنكشن النيك ديسكشن كومبير لالرديكال النيك ديسكشن ومن 89 إلى 91 و94 مدينة وروبينز وبيرز بالترتيب بروبوس لالنيك ديسكشن سنتحدث عن الاناتومي و سنتفصل شوية التفاصيلات في السيرجيكال الاناتومي أول سنتحدث عن البردر البردر أو البرلمت رنج along the inferior and posterior surface of the mandible and external auditorymatis ومن ثم بمشي على المستويد إيبكس إلى superior occipital نيوكليل 9 اللower بوردر اللين بيمشي على superior border of the sternum and clavicle acromioclavicular joint and imaginary line من acromioclavicular joint to the spine of cervical vertebra النك يتم تقسيمها إلى two triangle anterior triangle and posterior triangle the sternocleidomastoid is the key to understand both of this triangle لأنها تقوم بتقسيم النك إلى anterior triangle and posterior triangle facial layer of the neck في البداية عن skin ثم subcutaneous ثم platysma ثم deep cervical fascia deep cervical fascia تنقسم إلى investing fascia أو superficial layer of deep cervical fascia وبريتراكيل fascia بريفرتبرال fascia and carotid sheath الinvesting fascia اللي هي باللون الأزرق ثم investing لأنها هي بتغلف المسل تقوم بتغليف two muscle sternocleidomastoid and terapesias muscle ثم البريتراكيل fascia تقوم بتغليف الستراب muscle أو الانفراهيرويد muscle والثيرودي gland بريفرتبرال fascia تقوم بتغليف البريفرتبرال المسل the undyspinal cord والتقاء البريفرتبرال fascia مع investing fascia والبريفرتركيل fascia تم تكوين carotid sheath carotid sheath يحتوي على common carotid and internal carotid artery internal dracular vein and vagus nerve المسل of the neck تنقسم المسل of the neck إلى 3 جروبات superficial muscle اللي هي platysma and sternocleidomastoid ثم superohyoid muscle هي عبارة عن 4 muscle digastric milohyoid genohyoid and stylohyoid muscle and infrahyoid muscle او الاسم التاني لها strap muscle برضو 4 مصر اربعة مصر اه sternohyoid omohyoid و sternothairod and thairohyoid بلاتيزما مصر البلاتيزما مصر هي بتعتبر من جروب من superficial المتحكم المتحكم في المصر هو عن طريق السيرفايكال برانش الاروجن بتاعها بتبقى من الفاشية والسوبرفيش الفاشية اللي بتبقى في منطقة اللي تشيست في فوق البكتوراليس ميجور والدلتويد مصر بتعمل insertion في الانفيريور surface of the mandible and corner of the mouth السينوكليدو مصر هي oblique مصر في النك لان الاروجن بتاعها بيبقى two head clavicular head and sternal head ويتم الانسيرشن في المستويد process of temporal bone وهي المسؤولة عن تقسيم النك and posterior triangle it's innervated by spinal accessory nerve رقم 11 superhyoid muscle are four muscle to superior to hyoid bone digastric mylohyoid muscle genohyoid muscle and stylohyoid muscle digastric muscle anterior belly and posterior of the digastric stylohyoid muscle and mylohyoid muscle digastric muscle اللي ارجن بتاعها من بتعمل insertion في intermediate tendon آآ اللي بيمسك في هي البوستيرو بيلي بتكمل من وتعمل insertion في الانتيرن بتاعها بوسط رجيم للنيرف عن طريق الميلو هيود نيرف وال البوستيرو بيلي بتاعها عن طريق الفيش النيرف الانفرا هيود مسل الاسم الثاني اللي ستترب مسل سيتكلم عن الامو هيود هي عبارة عن نارو مسل تعمل connection بين السكابيول and الهيو بون نقسم الى superior belly of homo hyoid and inferior belly of homo hyoid و الانسيرشن بتاعها بيكون في الانترميدية tendon اللي بيبقى the level of the crocoid cartilage وهي تعتبر المصر مهمة لان لان لها دور في تقسيم الانتيريو triangle والبستيريو triangle الى كذا triangle زي ما هو وضح في الصورة هتكلم عن structure الموجود في الصورة اول حاجة الماندبل ثم الستيرنو كليدومستويد تقسم الانتيريو وبستيريو triangle وعمل لها cut في الصورة التربيزيس muscle the homo hyoid the inferior belly and the superior belly and the intermediate tendon and the digastric muscle the anterior belly of the digastric and the posterior belly of the digastric and the intermediate tendon يعمل insertion في الهيويت من stylohyoid muscle clavicle and the internal jugular vein the anterior triangle حدود anterior triangle الانتيريو تريانجل يتم تقسيمه لأربعة تريانجل بواسطة الديجاستريك مصل الأربعة تريانجل هم الصبمنتر تريانجل صبمندبلو تريانجل كاروتد تريانجل المسكولر تريانجل الصبمندبلو تريانجل حدودها البستيريو بيلي الملات قدوات اليهتور الانتيريو بويلي الديكاستريك وال Parlamentبل ثcence الرياضي الصبمندبلو تريانجل تريانجل الأحكول الأنتيريو بوزن مملاح harmless وسهل البلاء العدوانية KV سورة الأحام الخاصة هذه توقف نفس كلام سورة الأعامل ساببو settorted وسهل البلاء العدوانية كارودة تريانجل ومسكولر تريانجل صمنتة التريانجل هو بيكون مما بين الانتيريور توبلية of the digastric muscle ويحتوي على الصمنتة اللينفنود لفلور بتاعته ميلوهايود muscle صمنتة التريانجل او الاسم التاني الديجاستريك تريانجل حدود تبعته تبقى الانتيريور والبستيريو مع الانفيريو بوردر لفلور ويحتوي على يحتوي على هايبو جلوسال نيرف سامننبول الجنجليون ونفنود ذلك هو وضع في الصورة الانتيريور بوردر الوانفيريو بوردر او الانفيريو بوردر سامننبول الجلاند فشال فين هايبو جلوسال نيرف ولينجول نيرف كارودة تريانجل الحدود بتاعته بتبقى من من اسمه بيحتوي على 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 واشيباه تقسيمهم هو على منçarه مصل إكسبرال تريانجل حدود الحدود البرفر برتبرا فاشيا أنتير الميدان hanctirior مصل يحتوي على السوبراكلافيكل يحتوي على third part of subclavian artery, cervical branch of the cervical trunk, يحتوي على axina, jugular vein, lymph node and accessory nerve. هذه الصورة تتوضح كل تريانجل. البستيرو تريانجل ينقسم إلى occipital triangle and supraclavicular triangle بواسط الأنفيريور belly of omohyoid. الأنفيريور تريانجل ينقسم إلى أربعة تريانجل سبمنتر تريانجل، سبمدربر تريانجل between two belly of the digastric الكاروتر التريانجل، بستيرو بلي of the digastric, سببيرو بلي of omohyoid مع anterior surface of sternocleidomastoid and muscular triangle Lymph node of the neck تقريباً في الجسم في 600 lymph node من 200 موجودين في منطقة النك تم تقسيم lymph node في النك إلى six group or level تم إعطاء الليفلات القام الروماني من واحد إلى ستة لأنها تقريباً على classification of the lymph node in the neck من level one إلى level six level one هي تعتبر تقسم إلى level one a and level one b level one a هي submental and level one b هي submental level two تسمى upper jugular lymph node ونقسم إلى level two a and level two b and level three middle jugular lymph node and level four lower jugular lymph node ونقسم أيضاً إلى level a and level b وlevel five نقسم أيضاً إلى a and B هي posterior triangle and level six هي anterior compartment سنتحدث عن level one level one lymph node ينقسم إلى level one a and level one b level one a هي submental and level one b هي sub mandibular lymph node level one a submental lymph node من اسمها تكون موجودة في submental triangle والlevel one b من اسمها sub mandibular lymph node تبقى موجودة في sub mandibular triangle level two three and four level two three and four بيبقوا موجودين على طول ال internal jugular vein ما بين الاستيرنوكليدومستويد مصل and الاستيرنوكليدومستويد مصل and الاستيرنوكليدومستويد مصل level two من اسمها الأبر internal jugular lymph node it's bounded by the digastric muscle superior and the hyoid bone clinical landmark or carotid bifurcation like surgical landmark inferiorly من قسم إلى level two a and level two b يتم تقسيمهم بواسطة الأكسيسوري نيرف anterior to the spinal accessory nerve is level two a and posterior to the spinal accessory nerve is level two b level three middle internal jugular lymph node تمتد من سوبيروري من الهايويد bone clinical landmark or carotid bifurcation surgical landmark إلى الكريكوثيرويد نوتش clinical landmark or radiological landmark اللي هي inferior edge of the cricoid cartilage and surgical landmark inferior بتاعتها l'omohioid muscle كما هو وضح في الصورة the crico thyroid membrane and the cricoid cartilage the inferior notch of the cricoid cartilage is the clinical landmark of the level three and neurological landmark level four lower internal jugular lymph node تمتد من the cricoid notch clinical landmark or omohioid muscle like surgical landmark إلى the clavicle inferiorly level five posterior triangle أو اسمها spinal accessory lymph node هي تقع في along the lower half of the spinal accessory nerve and transfer cervical artery posterior border with the sternocleid mustoid and inferiorly the clavicle القسم إلى level five A and level five B يتم تقصيب بواسطة the spinal accessory above the spinal accessory is level five A and below the spinal accessory is level B level six is anterior compartment lymph node surrounding the middle visceral structure of the neck extended from the level of the hyoid bone superior to the supra sternal notch lateral boundary is the middle border of the carotid sheath within this compartment is anterior compartment of lymph node pre-thyroid lymph node and pre-tracele lymph node lymph node along the current laryngeal nerve and pre-cricoid lymph node الصورة هذه تقصيب على level of the neck level one تقسم إلى level one A and level one B level one A في sub-meter triangle level one B تقسم إلى level two upper jugular lymph node تقسم إلى level two B and level two A بوسط the spinal accessory level three middle jugular lymph node and level four lower jugular lymph node والذي بيفصل ما بين lower jugular lymph node and middle jugular lymph node وهو المهيود muscle في البosteric triangle لأن level five lymph node تقسم إلى level five A and level five B بوسطة the spinal accessory and anterior compartment is level six أهم النرفات التي نحفظ عليها في عملية the neck dissection في البداية المرجع mandibular nerve branch millifacial nerve يعمل motor innervation lower lip موسط يتم إصابته خلال level one B في sub-mandibular triangle هو الأنتوم كالرمج 1 cent anterior and inferior to the angle of the mandible بيكون deep to the fascia of sub-mandibular gland and superficial to the adventitious of facial vein for stenocleidomastoid muscle and trapeza muscle و كما قلنا سابقا هو يقسم level two إلى A و B و level five إلى A و B phrenic nerve هو motor supply to the diaphragm يخرج من cervical plexus من C3 و C4 و C5 يمشي obliquely tower to the middle line of the anterior surface of the anterior scullinous muscles و يبقى deep للبلive vertebral fascia و يبقى طبعاً علاقته مع the carotid cheese is posterior and lateral hypoglossal nerve hypoglossal nerve هو nerve 12 يطلع من hypoglossal يجب أن نعفل pathway هو يعمل تقريباً 90 عند the bifurcation of the carotid and pass between the internal jugular vein and internal carotid arte it's surrounded by venus blyxus and samaranine vein and the hypoglossal nerve in the tip of the tongue بعد ما يغد hypoglossal muscles and genoclossal muscles في هذه الصورة وضعنا margin mandibular and spinal accessory nerve and the nerve is greater eucular nerve from cervical plexus which is to protect the area or sensor branch to skin over the and front of the ear hypoglossal nerve in this area hypoglossal nerve after we talk about the lymphatic dring after we talk about lymphatic dring by area we talk about the lymphatic dring and the pharynx is to break the level while the upper lip we talk about and the systems to the lower lip and the martical and the pharynx . and the upper lip is to the upper lip to the upper lip if you are able to be able to do the upper lip or lower lip or the lower lip if you are able to الأورال تانج ويروح لفل 1 و 2 و 3 و 4 وفي حاجة اسمها سكيب منتستس اللي هو أنه ممكن ييجي في لفل 1 و 2 ما يجيش في 3 ويعدي لفل 4 وزي ما حكينا بيجي بيلاترال لو كان في الميدلين الفلور في دماث لفل 1A و 1B و 2 وبيلاترال لو في الميدلين ريترمونة ترائجون لفل 2A و 2B و 3 هارد بلت بيلاترال 1B 2 ريتروفرينجيال و بريفاشيال الباكالي ميكوزة عادة يميجي في لفل 1B و لفل 2 بنسبة للأوروفارنكس البازوذة تانج لفل 2 و لفل 3 ديبي درينج ميكروس كونترالاترالي بلتين تونسلز لفل 2 و 3 و ريتروفرينجيال والسوفت بلت لفل 2 و لفل 4 و ريتروفرينجيال نود بلاترال اف ميدلين طبعا كل الكلام هذا الانيشل ليجين لو عد وقت على الليجين أو على التيومر حيعد وينتشل لفل نود أكتر نحن نتكلم عن الورقب من تسنيك سير فيكال لينفا دينوباثي لدينا سبعة بسيلي تزيل الفيزيكال إيجزاميناشن فليكسي بليرجيسكوبي ميوبسي ألتراساوند سيتي نيكوز ايو ويو كونترست أماريو ويو جادولينيوم والبيت سكان أو بيت سيتي أول شيء عندنا الفيزيكال إيجزاميناشن نحن نعمل البلبيشن للنك في الأماكن اللينا نعرفين فيها لينف نود بطريقة معينة عشان نشوف the size of palpable lymph node وهذا بيعتمد برضو على السكيلز للأوبريتور اللي بيعمل البلبيشن زي الصورة لإعمامك طريقة فحص الليف نود طريقة التانية بحاجة زي الفيبر أوبتيك بيشوف الفيجوليزيشن للميكوز السيرفيس لللارينكس وهذا طبعا لما يكون إحنا أساس بيكتد لإكستر نود الميتستيز أو نيك ماس ما بيساعدنا في حالات اللينف نود العادية زي الصورة اللي أمامك بدخل اللارينجوسكوب عن طريق النوز وبشوف فيه الصورة برضو العالمين هنا في ماس باينة في اللارينكس أو في النك وبرضو هذا ممتاح أنك تاخد بيوبسي منها عن طريق الفليكسبل الرينجوسكوب بعدها البيوبسي البيوبسي سواء كانت ألتراساون جايد أو لا تاخد منها من السيسبشيس نيك ماس وهذا بيديك الأساسي أنه يديك أنه هل الليف نود هذي هل هي ماليجننت أو حاجة فيناين أو حاجة انفلاماتوري وهي بتكون غالبا فاين نيدل أو بتكون كور بيوبسي زي الصورة هذي هنا حض جهاز الألتراساون وهناها مدخل النيدل بتصورها على اليمين هاي الماس هنا هاي الألتراساون وهنا مدخل النيدل في وسط الليجن وبياخد منها بيوبسي أو هنا الكور بيوبسي اللي بيتاخذ منها أيضا سواء كان ألتراساون جايد أو لا طبعا ألتراساون جايد بيكون principal من ال ressy رب purpose الله يتم إ Happy elders Round وهم إشخاص في النك إذا كان الإلتراساون يوم لقمة كل الليف نودي وعملك كومنت على كل الليف نودي لكن مشكلة الألتراساون انه على حسب الدكتور الذي يعمل الالتراساوند اذا كان عنده سكيلز عالية اه هو على حسب خبرته سكيلز اللي عنده سيطلل لك الالتراساوند دقيق او لا وهذه هي مشكلة الالتراساوند خمس حاجة معنا نكوذ اي في كونترست بيقيم السايز الاكستينت لاللونك اكس ديامتر للنف نود وبيشوف لو في اكس نود الاكستينشن للنكوذة الصور هذه معنا هي هنا الجاغولار ليف نود هنا البروتيد هنا السابنتيبولار وهنا صورة عندك ليف نود كبيرة والسنترال في النص ساعدت حاجة معنا الامور اي والجادولينيام اللي هي السابغة بيست ايميجينج مودالتي اللي نشوف السوفت تيشو والنكوذة الاكسترنود زي الصور اللي امامك اخر اشي البيت سي تي هو بيعمل انيشا ووركوب للأدفانس ستيج للأتيومر وخاصة لما يكون في عندي النون برايمري او الحالات الريكرانس او في حالات الفولوب هنا بيتكلم لو عندي ساسبيجيس نيك ماس مش نيك ماس اعمل ايه مش كل المدارس تمشي عليه لكنه بماشى على معينة قالك لو انت عندك موجودة وانت عارف البرايمري تبحها مثلا في عندي ألصر في الطنق او عندي باثولوجي انو في عندي بايوبسي انو في عندي ألصر في الطنق او في الشيك مثلا تعمل 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 وتعمل تعمل 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 لو كان عندي نزيرو لا يوجد نفنود وانا شايف في برايمري موجودة لدي ألصر او تيومر في أورال كافيتي لكن انا مش لاجي عندي ساعتها بقولك انو في احتمالية الاوكالد ميتستز عندك من 15% ل 20% وحنتكلم عن الاوكالد ميتستز كمان شوية سنتكلم عن ال TNM System بداية ال AGCC اللي هو American Joint Cancer Community Staging System تعمل TNM Classification تدخل تعمل تيومر 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 المختلف يتم بإحزاف spirit تنيين لدينا مختلف 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 والإدداء المختلف تيومر تهربة تحتاج تهربة لدينا تهربة من cameras تهربة بالعين بالنسبة لأوروفرجن كارسينومة مفروض الطبيعي أن تعمل لأي عين أوروفرجن كارسينومة لو كان بوزتيف معناها العين هيكون له مختلف عن الهيوم باللوم وفيروس طب ليه؟ لأن العين اللي عنده هيوم باللوم وفيروس بوزتيف هيكون ونسبة ريكرنسة عالية ونسبة نطلع له تيومر في مكان تاني في أوروفارنجل أكثر من العين الهيوم باللوم وفيروس نجد أول تابل نتكلم على T-Category TX Primary Tumor Cannot Be Assessed T-I-S كارسينومة معناها أنه التيومر ما يخذ كل الإبثيريال ويفعل مفروض مفروض تيون تيومر 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 أكثر من أربعة تي فور Advanced Local Disease معناها هاصل Invision مثل Nerve أو Skin أو الآخر طبعا ستجد لكل منطقة معينة ستجد T-Category متعدلة لكن نفس الموجودة بالنسبة ل النود النود الكategory and X cannot be assessed and zero no original length node and one single epsilon length node 3 cm and 2A single epsilon length node 3 6 and 2B multiple epsilon lymph node أقل من 6 and 2C bilateral or contral lymph node أقل من 6 and 3A single epsilon lymph node أكثر من 6 سنط N 3B multiple bilateral lymph node any size with extra nodal extension الجبدال ده بيفصل أيضا ومقسم بدأ زي التفصيل clinical معناها حاجات شفتها انت بال X-rays أو بال MRI أو clinical قبل العملية pathological معناها انت حاجات شفتها pathological proven بعد العملية حتلاقي نفس الكلام مكتوب لكن في details زيادة وده staging stage 0 بيكون N0 M0 DIS أو stage 1 بيكون T1 N0 M0 stage 2 بيكون T2 N0 M0 stage 3 بيكون T3 N0 M0 stage 3 برضو بيكون من T1 to 3 N1 و M0 stage 4 A بيكون عندنا T4 A و N0 N1 و M0 stage 4 A T1 T4 A N2 M0 stage 4 B بيكون عندنا Nt و N3 M0 stage 4 B بيكون T4 B NN M0 stage 4 C NN T المهم عندنا M1 ده جدول تاني بيفصل لو كان في الميكوزة Lib and or Recavity تبعو T4 1 A T4 B مكتوب يشنع في التفصيل وهنا مكتوب الميجو سنع الإجلان ستجد الخطوط العرض مكتوب هنا بأن نفس الخطوط لكن هناك تفصيلات زيادة لكل area Indication of Nex Dissection يكون clinical palowl metastatic lymph node extra nodal spread يعني وصل skin fungating recurrence حلقة recurrence تفصيل متastatic original lymph node primary lesion موجودة في high risk زي منطقة زي في floor of the mouth أو في الطنج contraindication uncontrolled primary عيان عنده متastatic أعمل لي نكتوب وانا مش عارف أصدر على الورم أساسا عندي involvement vital structure زي common carted which are putting common carted أو في عندي متastatic زي ما قلنا والcondition تحت العيان لا تسمح أن يعمل عملية زي كده هتكلم عن classification of nick dissection أول نوع classical radical nick dissection لو كنا تكلمنا عنه في history extended radical nick dissection modified radical nick dissection في منه ثلاثة أنواع و selector وفي منه خمس أنواع أول نوع classical radical nick dissection وهو يشيل من level 1 to level 5 وأيضا يشيل في lestine dimastoid internal jugular vein و ascender and the gland extended radical nick dissection يشيل الشغلات التي شالها في radical ومعها retropharyngeal أو paropharyngeal medistinal axillary or أي lymphatic structure زيادة بنسبة المodified radical nick dissection type 1 هو يشيل من 1 to 5 و يحافظ على spinal axillary nere يشيل stenoch domastoid وال stenoch jugular stenoch divary gland المodified radical nick dissection type 2 يشيل من 1 to 5 و يحافظ على stenoch domastoid muscles and spinal axillary nerve و يشيل anterior jugular vein and mandibular cervical gland bonified radical nick dissection type 3 يشيل stenoch gland 1 to 5 و يحافظ على anterior jugular vein and spinal axillary nerve and stenoch distoid muscles بالنسبة لل selective اشيل niveles معينة وحافظ على الباقي اول نوع من selective supra omohyd neck dissection ان اشيل من level 1 to level 3 فوق lomohyd muscles واشيل اكضا samandibular cerebrary gland الجاغular neck dissection او lateral neck dissection اشيل 3 levels على الجاغular level 2 3 4 anterior triangle neck dissection اشيل level 1 2 3 4 and samandibular salivary gland central compartment dissection انه اشيل central level 6 وهذا يستخدم في حالات الثيرويد والparathyroid واللarynge الكرسيروم البوستر lateral dissection اشيل level 2 3 4 5 ويستخدم في الكوتين اسم الاجنانسي والملانومة والسوفتش وصاركومة of the scalp الصورة لامامك بتوضح كل انواع neck dissection lateral postural lateral supra omohyoid anterior lateral radicle وmodified radicle extended هتكلف موضوعين سريعا اول الموضوع occult methasis والoccult primary occult primary يقول عندي left node وانا مش شايف التيومر مكانه وين ان انا في عندي pulver او proved by ultra sound او بت انه في مثلا summon deep or lymph node وارما كبيرة لكن انا الرن الكافتي عندي مش موجود في اشي هذا معناها occult primary اما بالنسبة occult methasis هذا ما يسمى ما يسمى occult methasis هذا guideline لا نوع نيك دي سيكشن لتعمل لا الهدد نيكسي هما سيكر سيروما لكن زي ما قلنا مش كل البلدان بتمشي على guide هدا هنتكلام برضو على مستلحين elective and therapeutic 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 is that there are level 1 to 3 أنا عندي N0 احتياطا تجنبا انه يحصل عندي occult متhasis بعد العملية اما therapeutic and therapeutic and therapeutic is that I'm doing all that انا اعمل ultra sound او اعمل investigation للعيان يطلع عنده مثلا level 1 و 2 affected فروح اعمله radical بناء انفتيجيشن مع اي ده الفرق بالتنين الguide line بتقول انه elective or therapeutic need to be able to to be able to all T3 or T4 tumors حتى لو كان N0 هكي احنا بتكون اكلمنا overview سريعا عن neck dissection اجعل الله تكون محاضرة مفيدة بيعطيك العافية